وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية أخذا في الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نتاقل امتداد العمراني وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة وذلك في أطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس الوزراء وعدد من المزراء والمسؤولين أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية حيث شهد استعراض الموقف التنفيذي الخاص بتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات والصعيد ودلت الجديدة وسيناء خاصة ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محاولات الجهد الفائق